الأمال حياتهم موضوع لذيذة ونحن نتكلم عن الأمال ونتكلم عن حياتهم بس هما ما فيها ان احنا نتكلم على حال يومية بتاعت الأمال لازم نعرف ان الأمال معرفين وكان فيه كلمة باك وكلمات كتيرة المصر عبر بيها ولحالا احنا بس حتى من باب التاريقة احنا دايما لما حد فينا يتكلم اي حد يقوله بتعمل ليه النهاردة يعني احنا انا بعمل شاي بعمل اكل ما بقولش باب بخ ما بقولش بعطه بقولش باب يعني اكتعبير يعمل ده تعبير مستخدم عندي خوفوا استعام بالعمال اللي هون بقى في الفيون دي اول قرية عمال صريحة في التاريخ مدينة ربعمية في تلتمائية وخمسين متر تقريبا مدينة لها بابين اللي هون لقينا فيها نصوص بردية لقينا دولة كاملة فيها اللي حبينا نكملها بردية فيها فقرات لأول مرة من أسطورة حرس وست بردية فيها أمراض النساء ودراسة في الطب البطري الأول مرة فيها أول وثيقة قانونية بتكلمني بعد كده العمال اتنقلوا بعد اللي هون في نهاية الدولة الوسطى راحوا إلى طيبة واستقروا في المكان اللي بنعرفه من اسم دير المدينة دير المدينة ده مكان من قرنة برعوي طيبة وغرب طيبة الاسم من اسم الدير اللي اتعمل من قبل الرهبان اللي كانوا في منطقة جيمة جيمة ده أحد الأسماء المرتبطة في القرن الخامس شفيع الدير كان القديس ايزيدورا وي المكان بتاعه غالبا المكان بدأ بستين منزل وغالبا بيرجأ للأسرة الحداشر تقريبا ذا البعض ما بيشير مش الأسرة الطباطشية اهنا الكلام اللي قلوه كلنا أسرة 18 ام نحط بالقرن ده كلام صح محدش فينا مختلف عليه لكن المهم ان انا بتكلم على بداية المكان المكان ده اتهجر غالبا في فضلة العمرنة اتنقلوا الناس من الأسرة 19 و20 ده قمة الرقيب ده الخطأ التاني ان احنا بنقول انه بعد نهاية الأسرة الدولة الحديثة وبعد ما بلقينا 120 عامل وحوالي 1200 نسمة اجمالة ولقينا عدد منازل يصل 70 منزل البعض قال ان الأمال هجروا المكان لا احنا عندنا اشارات واستراكة ان تهاركا استعام بيوم وان المكان في العصر البطلامي كان مكان شهد عبادة ليه الاله حطحور ربط الغرب والأهم من كده ان المكان اصبح مركز لوجود معبد بيعد احد اهم المعابد الموجودة عندي واللي قدر ان انا سميه مع حضراتكو معبد اعتذار الملك بطلم يصل رابع جوه المعبد بيعتذر للمصريين بعد معركة رفح 17 والأخطر من ده كله ان لأول مرة في التاريخ المصري في حدود ما هو معلوم لغاية دلوقتي اللي لاقي العمال بيصوروا منظر المحكمة والملك اللي بيتحاكم منظر كان لطيف جدا حتى ان احنا من ده بالسخرية قلنا لما اتابد على الرئيس الاسبق خوستن بارك في 13 ابريل 2011 قلنا جملة لطيفة قلنا بعد بطلم يصل رابع خوستن بارك يحاكم كحاكم للبلاد اهم ما بيجيلي من دير المدينة غير المناظر وغير وغير لكن انا حافظ اتكلم على حاجة لطيفة للعمال الاستراكا من اولها استراكا واحد بيقول السلام عليك يا راح وراختي يا ابو الالهة يا اياتها الحطفرات السبب يكلم الحطفرات السبعة اجعلوا فلانة بنت فلانة تيجي ورايا زي البقرة ورا العشب والام وراعيالها تخيلوا الراجل عايز واحدة تحبه هي مش طيقة تشوفوا ايش يظهر فاعمل لها عمل فتح لها او عمل لها عمل سفلي بنقول بالبلدي كده خد حاجة من قطرها طيب لو فشلت بقى يا راح وراختي انت وحتحور والحطفرات السبعة ححرق المدينة وححرق الاله نفسه وعليكم بوضع اي شيء عند منزلها لتتبعني يعني خدوا حاجة من قطري وخلوها تقرى عليها عشان تتحطى عند الست الست تيجي تبقى موجودة هناك العمال كانوا بيشتعلوا في مجموعات عمل زي ما احنا عارفين وليهم تواجد كويس او في دل المدينة لكن الاهم العامل لو عاوز يغيب المبررات دي وصلت لنا من تقارير من تقارير رسمية اجمل ما في التقارير الرسمية اللي جات لنا من دل المدينة انها كانت فطفادة اوي حدوتة كده ايه الموضوع ماشي بنا وبن بعض يعني لو انا سكران ده مبرر للغياب عن العمل طفل جديد في العيلة اغيب احد الاقارب اغيب هل ده حنقدر نسميه مع بعض الاجازة الاعتيادية او هل الاجازات اللي بتيجي زيارة الولدية لو راح ازور اهلي كان تغيب العامل مراته عفوا لو الزوجة تمر بالدورة الشهرية من حق الزوجة ان يترك عمله اللي يمكث بجوار زوجته كاتب الانصار يكتب اسامي الناس وقدام كل واحد زي يكشف حدوره وغياب يكتب المبرر بتاعه مثلا في القصة 19 في العام الثالث الشهر الرابع من فصل الشمو اليوم السبع وعشرين ملاحظ العمال نفر حطب مجاش مريض نب النفر ابن وادمس مريض نب نفر ابن الناخي مريض اموني مقيرة ذهب للمساعدة في تحديل البيرة في معبض حطحور استمر غيابه عدة ايام لانه يبدو هو بيحضر البيرة شرب بزيادة شوية زي افلام اسبعيل ياسين زمان كده فرجى في حالة سكري شديد جدا راح حطب مريض راح حطب مريض نب نفر مريض اب اين داون ذهب لتقديم كربان للالهة ايه من حطب شرحه مثله اين ميتر المصري كتب كده يعني زي اللي قابله نفر حطب يحتفل بعيد منه عدد الاعياد الرسمية اللي كانوا الامال بياخدوها في دير المدينة 25 عيد الفيديو الجاي اقول لكم بقى 25 عيد ايه اللي كان بيحصل بيوم نكمل الامال بتاع دير المدينة دول والاستراكا بتاعتهم ايه روعتها وايه جمالها وايه اللي كانت مهمة عندنا جدا في مصر القديمة من خلال حياة الامال استنوني الفيديو الجاي نكمل استراكا وايه افشات وفكاهة العامل في مصر القديمة اشتركوا في القناة